السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الموجز الرياضي حقق منتخبنا أربع ميدالية ملونة في ختام منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الرياضية الثانية بدول مجلس التعاون الخليجي حيث تمكن العداء بنسون غليب كارت من تحقيق الميدالية الذهبية في سباقي 1500 متر فيما حقق البتروب المركز الأول في سباقي 5000 متر متفوق على برهان الذي حل في المركز الثالث بينما خاطف يعقوب سالم الميدالية الفضية في سباق العدو لمسافة 200 متر تفتتحه مساء اليوم الاثنين منافسات دور درجة الأولى البحرين لكرة القدم وسيشهد اليوم لأول إقامة ثلاث مباريات حيث يتلقى المنامى مع الأهلي عند تمام الساعة السادسة مساء على استاد البحرين الوطني بينما يحتض الملعب مدينة خليفة الرياضية المبارتين بين لبسيتين وسترة عند تمام الساعة السادسة وبعدها مباراة الحد والحالة عند الساعة الثامنة والربع ترجمة نانسي قنقر